اشتركوا في القناة حتى في سبيل شنوة انهيئك لمادة السادس الاعدادي وحتى تضمن الخامس الاعدادي وتاخذ الاعفاء الكامل ننتقل للصبر ونقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب أنواع ماذا؟ أنواع الخبر احنا بالمحاضرة الدرس الماضي شرحنا قلنا يا بترى أنواع المبتدة هس شرح نقول أنواع الخبر الخبر إلى أنواع حالة حالة المبتدة يعني راح احصل لك هذا السؤال بالامتحان الشهري يقول لك يا عزيزي مثلا استخرج المبتدة واعربه واذكر نوعة استخرج الخبر اعربه واذكر للنوع مالته ماشي؟ النوع مالته اللي هو ممكن راح يجيك بالامتحان الشهري هو موجود أيضا بتمارين الكتاب يعني أنت بمجرد من تشوف الشرح مالتي راح تحل تمارين الكتاب أصلا ما راح تحتاج حتى للملزمة نكمل من أنواع الخبر يا عزيزي اسم مفرد هذا المفرد يكون لا جملة ولا شبه جملة يعني ممكن يكون مفرد مثنى جمع ماشي ولا شبه جملة أن يكون ماذا؟ جملة اسمية هذا الجملة الاسمية أو هذه الجملة الاسمية ممن المتكونة؟ أستاذ ممن المتكونة؟ عزيزي جملة الاسمية متكونة من مبتدأ وخبر هي جملة اسمية متكونة من ماذا؟ متكونة من مبتدأ وخبر زيان عندي شنوة جملة جملة فعلية طبعا هناك الجملة الفعلية سهلة متكونة من فعل وفاعل ومفعول به أحيانا يعني مو دائما يجيك مفعول به مصدر المؤول مصدر المؤول إحنا شنوة شرحنا أيضا بموضوع أنواع الخبر أنواع المبتدأ عذرا في المحاضرة اللي استبقتنا متكوننية من أن ما بعدها شنوة فعل مضارع منصوب وصلنا علما إلى شبه الجملة هذا شبه الجملة شنو معناها؟ إحنا ما أخذين في المحاضرات السابقة وفي مراحل دراسية قديمة أخذنا شنوة؟ جار المجرور أو جملة ظرفية يعني ظرف مكان أو ظرف زمان هزو ش راح أسوي آني؟ راح أخذ على كل نوع من أنواع الخبر راح أخذ عنا شنوة؟ مثال قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم بهذا الموضوع ش راح أسوي؟ راح أعرب لك يا عزيزي المبتدأ يعني مراجعة للدرس الماضي ورح أعرب لك شنوة الخبر اللي هو موضوعنا اليوم أكمل كلامي قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم ش راح أقول لك؟ أقول لك عزيزي السلام عليكم راح أقول لي وعليكم السلام ورحمة الله أقول لك باوع لي استخرج المبتدأ واعربه وبين نوعه استخرج الخبر واعربه وبين نوعه الخبر هذا الموشع راح ينتشر ويك دائما على طول موضوع المبتدأ والخبر أقول لك استخرج المبتدأ وبين نوعه استخرج الخبر وبين لي نوعه يعني أنت أبدا لتدخ في هذا السؤال هذا السؤال راح يكون عنده دائما وهذا أحد الأسئلة الموجودات بي من موجودة بالتمارين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم هن شبيهن لباسن إذن هن لما نجي أعربه هش راح يكون عرابي هن ضمير منفصل هذا الضمير المنفصل مبني على اليمن مبني على الفتح قولوا ياه ضمير منفصل مبني على اليمن مبني مبني على الفتح في محل رفع ماذا مبتدل في محل رفع شنواء مبتدل زين أعيد الإعراب هن ضمير منفصل مبني مبني لو ملبوخ يضحك ما أدري جيت على بالي هس صراحة ما أدري ضمير منفصل مبني مبني على اليمن على الفتح في محل رفع شنواء مبتدل إذن هذا الضمير المنفصل هو عبارة عن مبتدل زين كل مبتدل شي يحتاج لخبر هن شبيهن لباسن إذن لباسن كيف حيكون عرابه خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره مبس تقول تقولي بالامتحان الوزاري خبر مرفوع وتنتهي لا مرفوع بيمن بالضم وتسكت لا تكملي الإعرابي شوية خبر مرفوع خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره مثال الرجال في الشدائد شبيهم الرجال بالشدائد حاضرون الرجال لما أجي يعربها اسم في بادي الكلام ماذا يكون إعرابه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه شنوه؟ الضم الظاهرة على آخره صعبة لحد الآن أكو شي مواضح وياي بده شوفني وياي نكمل كلامي زيان في الشدائد شبه جملة جارة مجروم حاضرون الرجال في الشدائد شبيهم دائما نسأل عن الخبر شبيهم بالعامي الرجال في الشدائد الرجال شبيهم يا به بالشدائد حاضرون نائمون واقفون قاعدون ساجدون ما نعرفه الرجال في الشدائد حاضرون حاضرون هو منه متمم من من لمعنى الخبر يعني متبم للجملة حاضرون شو يكون يعرابه حاضرون شو يكون يعرابه حاضرون رجال أما حاضرون خبر مرفوع وعلامة رفعه شنوه الواو لويش لأنه جمع مذكر سالم الرفع بالواو لأنه شنوه جمع مذكر سالم زيان هس إحنا ش راح نسوي راح ننتقل إلى المثال الثاني اللي هو يقول العراق خيراته كثيرتون العراق خيراته كثيرتون العراق شن راح أعربعان يا العراق شن راح أجابه بالامتحان الوزاري أو بالامتحان الشهري زيان هو أنا ليش فصلت هذه الجملة في هذه التفصيلات الدقيقة شباب أنتم بالامتحان الوزاري أو بالامتحان الشهري أنا ذكرتها سأل الامتحان الوزاري لكونك أنت طالب صف خامس عدادي أنت بعد لك أيام قليلة وتدخل للسالس العدادي أنت هنا شو راح تحل الجواب النموذجي راح تكتب الكلمة يعربها فصل عزيزي العربي يحب الاهتمام ويحب التفصيل الدقيق يعني تعربها على صفحة المبتدة تعربها على صفحة الخبر تعربها على صفحة شو içinde أنا مسوي لك هذه الطريقة إحنا استخدمناها من أنني كنت طالب يعني كانت المدرسة كانت تدرسنا بالبتدائية تفصلين لنا كل جملة كل كلمة تفصلين لها على حدة شو ماory أنا مسوي هذه الطريقة نجحة توي طلابي العراق هنا لدينا موضوع اسمه إذا كانت الجملة ماذا اسمية يعني شنو معناها إذا كانت الجملة اسمية متكونة نمتدأ الخبر إحنا ش راح تجيني؟ راح تجيني اسم ما بعدها شنو اسم وهذا الاسم شنو بيضمير وما بعده اسم يعني كم اسم عندي؟ اسم أول واسم ثاني واسم ثالث هل تلاحظ؟ الاسم الأول راح يكون نعربه مبتدأ أول الاسم الثاني راح نعربه مبتدأ ثاني ولها في محل ماذا جار بيمن؟ بالأضافة الاسم الثاني راح يكون خبر للمبتدأ الثاني يعني هل صارت عندي مبتدأ وبخبر مبتدأ ثاني وخبره بقى عندي نقص من هو؟ خبر للمبتدأ الأول اش راح نقول له؟ راح نقول له ياابا ترعيني ترى الجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع ماذا خبر للمبتدأ الأول؟ عايد عندي اسم باسم وهذا الاسم الثاني بيضمير ها اللي هو ضمير المتصل وما بعده جاء اسم شونس هنا عندنا العراق؟ خيراته كثيرة الاسم الأول راح نعرب بعراق طبيعي مبتدأ مبتدأ بش اقول له مبتدأ أول؟ شاقل له مبتدأ أول والاسم الثاني أقول له مبتدأ ثاني حسنته زين الاسم الثاني شاقل له؟ أقول له خبر اليوم مقلمة الخبر هذا للمبتدأ الثاني خبر للمبتدأ الثاني أقول له بنهاية الكلام بنهاية الكلام والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع ماذا؟ خبر للمبتدأ الأول ها وضحة إن شاء الله العراق العراق لمن أجه عربة العراق اسمي في بادئ الكلام ماذا يكون يعرابه؟ مبتدأ من رفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو ماذا؟ مبتدأ أول العراق هو شبيه؟ مبتدأ أول مرفوع وعلامة رفعه بمن؟ الضم الظاهر على من على آخره خيراته كيف رأيكم يعرابي؟ مبتدأ ثاني مبتدأ ثاني مرفوع بمن؟ بالضم وهو مضاف والهاء باع الهاء شون سويته؟ عربت كل جزء على حدة ضمير هذا الضمير متصل له منفصل ضمير متصل مبني في محال جر بالأضافة كثيرة خبر خبر علم للمبتدأ الثاني خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره والجملة الاسمية والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محال رفع علما خبر للمبتدأ الأول يعني أنا هنا نسويت قلعت العراق هذا العراق هو عبارة عن مبتدأ أول مرفوع أوكي؟ خيراته مبتدأ الثاني والهاء ضمير متصل المبني في محال جر بالأضافة واش حاتي؟ زين كثيرة هو خبر للمبتدأ الثاني بقى المبتدأ الأول ما عنده خبر يفيش حال شرح نسوله؟ رح الرهم لمبتدأ العفو رح الرهم لخبر هذا الخبر مين رح نستنتجه؟ نستنتج منين؟ من هذه الجملة الاسمية المتكونة من المبتدأ الثاني وخبره في محال رفع خبر للمبتدأ الأول اللي هو من هو؟ العراق قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم غفيرة من ربهم هنا نشرح نسوي الكلمة وإعرابها بالوزاري وبالامتحان الشهري الله يخليك عليك أن نسوي هذا التقسيم شباب مدرس العربي يحب هيجي تقسيمها سوي له جدول ترى هو الجدول موفد معضلة أنت سيسوي له سوي له جدول الكلمة إعرابها الكلمة أولئك اسم إشارة هذا اسم الإشارة مبني مبني على اليمن مبني على الفتح في محال رفع مبتدأ العباس عليك صعبه؟ مو صعبه مو صعبه رتب حل لك أكمل جزاؤهم طبعاً هذا جزاؤهم به أكثر من تفصيل إن شاء الله رح ناخذها بخلال هذا الإعراب مبتدأ ثاني ستفقنا مبتدأ أول وهذا من هو مبتدأ ثاني مرفوع بيمن مرفوع وعلامة رفعية الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف ولهاء هذا باباتي ولهاء أبو الشباب وياي أبو الشباب حبيب انتبه لهاء هذا ولهاء ضمير متصل مبني في محال جار بيمن بالأضافة زين استاذ والميم نسيته أقول لك عزيزة هذا الميم تمام مطالب بيه هذا الميم تستخدم علماً علامة لجمع الذكور بعض التدريسين وإجاباتهم الصحيحة المحترمين يقولون والجزاؤهم الهم ضمير متصل ممكن نقول له هم ضمير متصل يعني ندمج هم تقول له هيتي ممكن أقول له هم ضمير متصل وإذا حبيت التفصيل تقول له يا بترحنان الهاء هي الضمير المتصل الهاء هي الضمير المتصل والميم هي علامة من علامات جمع الذكور إن شاء الله ستأخذوها في السادس الإعدادي زين في محال جار بيمن بالأضافة زين الضمير متصل في محال جار بالأضافة مغفيرة وصلنا علماً إلى إعراب مغفيرة خبر للمبتدى علماً الثاني مرفوع وعلامة رفعها الضم الظاهرة على آخره والجملة الإسمية من المبتدى الثاني وخبره في محال رفع ماذا؟ خبر للمبتدى الأول اللي هو من هو؟ أولا أيكا عزيزي ضروري تعدنون يعني شلون يعني؟ تقول مبتدى أول بحضة لاحظ مبتدى أول مبتدى ثاني لأنك هنا في حال لو أنت قلت لي خبر للمبتدى وسكتت عزيزي يا مبتدى ترى عندك مبتدى أول أو ثاني تقصد به بس ما دام عنوانت وقلت لي خبر للمبتدى الثاني مرفوع بالضمة والجملة الإسمية لا عنوانت أن هذا الموضوع أو هذا الخبر للمبتدى الثاني اللي هو جزاؤهم زين الأم الصالحة تصنع الأجيال الأم اسم في بادي الكلام ماذا يعرب مبتدى مرفوع وعلامة رفعيه الضمة الظاهرة على آخره صحبه؟ مبتدى مرفوع وعلامة رفعيه الضمة الظاهرة على آخره الصالحة صفة هذه الأم شبيهة صالحة هذه الأم شبيهة صالحة إذن الصلاحة تعتبر من الصفات صفة تصنعه تصنعه وما تقول لي فعل ماضي هذا قلت له فعل ماضي غير هذا تخلي المدرس أو المصحح يتطبر بالقلم على رأسه التهناسة والجريمة بحق اللغة العربية عزيزي تصنعه ماذا؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعيه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هي لأن الأم الصالحة الأم هي مؤنث الأم الصالحة هي معنى مؤنث تقديره ماذا؟ هي والجملة الفعلية ها أستاذ هنا أنا عندي جملة فعلية متكونة من فعل وفاعل تصنعه هي في محل رفع ماذا؟ خبار علما للمبتدأ الأم يعني شوفوا شباب هالسان قبل شرحت لك من أنواع الخبر أول وحدة اسم مفرد ثانيا جملة اسمية ثالثا جملة فعلية ها الاسم مفرد شباب هذا مثلا قلنا تعالى هن لباس لكم الرجال شدائد الرجال في الشدائد يحاضرون من أجي أقول لك ما نوع الخبر تقول لستاذ نانا خبر يا أبا مفرد هنا أنا أقول لك ما نوع الخبر تقول لستاذ ترى الخبر هنانا شنوى جملة اسمية هنا أنا أقول لك ما نوع الخبر تقول لستاذ جملة فعلية صعبة له وسهلة أنت انضبطت هذا الموضوع انضبطت هذا التقسيم لأن هو هذا التقسيم رح يدلك على إضاح هذه الإعرابات زين ننتقل إلى الصبورة الثانية الصبورة الثانية شو تقول بها شو تقول بها قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله الله لفظ الجلالة الله لفظ الجلالة الله يبسط الرزق لمن يشاء تأجبا واحتراما لله عز وجل ما أقول لها فقط الله لا اتعلمها الله اسم الجلالة أو لفظ الجلالة لمن يجعر لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعها الظم الظاهرة على من على آخره يبسط فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعها الظم الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستطر تقديره هو يعني عندنا هنا جملة فعلية وهذه الجملة الفعلية متكونة من الفعل متكونة من الفعل والرزق مفعول به وقف كلامي أقول لك وقف مبتدأ هذا المبتدأ يريد صديقة جا يدور على صديقة يا با صديقي ويني اللي هو الخبر شرح أسوي لك رح أسوي للملوم صغيروني وأقول لك يا با يا مبتدأ رح أسوي لك خبر على قدك حتى أرضيك وأقول لك والجملة الفعلية في محر رفع خبر للمبتدأ اللي هو الله زين قال الإمام علي عليه السلام زيارة الضعفاء من التواضع الإمام علي صلى الله عليه وسلم شا يقول يقول زيارة الضعفاء من التواضع هيا قل لي إذا ما يزور الناس الجماعة التشارجرات والكاميرات والأجززات لا الضعفاء ما حد بحاله هنا أنا قلت لك سؤال أقول لك يا با السخرة يجعل مبتدأ ويعربه واذكر لي نوعا استخرج الخبر واعربه واذكر لي نوعا زين أنت هنا ما ستسوي لي أقول لك يا با المبتدأ موجود زين الخبر ما ستسوي لي الخبر ها ما ستسوي لي بالنوع مال سهلا زيارة هو عبارة عن ماذا مبتدأ هذا المبتدأ اشبيه مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف تقول لي استاذ أقف 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 هذا شو مبتدأ ونكره عزيزي هنا أنا معرف بالإضافة نكره بمعرفة شنطاني معرف ذيما بالإضافة هاي الكليشة رح تحتاجها وين أو رح تستخدمها دائما وين بالسادسة الإعدادي زيارة الضعفة زيارة هي عبارة عن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف الضعفة مضاف إليه من حرف جر التواضع اسم مجرور زين كل مبتدأ يريد لخبر هنا أنا أكو خبر ماكو خبر هنا أنا إذن شو رح نسوي له رح نقول له يا بي رح نسوي لك خبر الرهم لك خبر رح نقول له وشبه الجملة من الجار والمجرور في محر رفع خبر المن للمبتدأ وشبه الجملة منيا من الجار والمجرور في محر رفع ماذا خبر المن للمبتدأ هس المبتدأ رضي لأن أنا رضيتها بمن بجملة متكونة منيا جار ومجرور سويت له من هو خبر القائد أمام الجيش القائد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره ونوعه اسم ظاهر لما نجد أقول لك استخرج المبتدئ استخرج المبتدئ وبين لي نوعه أو اعرب لي اعرب لها أنا سويت هنا انعربت لك مبتدئ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره ونوعه اسم ظاهر أمام خلف فوق تحت يمين يسار هذا يعبارة عن ظروف هذه الظرف كيف رح يكون إعرابة ظرف مكان منصوب بالفتحة وهو مضاف والجيش مضاف إليه المبتدئ صاح قال اوقف اوقف يا معود اوقف انا مبتدئ لازم تسوي لي خبر اقول لك سهلة الخبر موجود موجود رح نقدرك اقول لي يا با وشو هي الجملة الظرفية في محر رفع ماذا خبر المن للمبتدئ ممكن احنا نسوي لك يعراب جديد ثاني كظرف زمان الامتحان صباح الأحد الامتحان مبتدئ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره صباح ظرف زمان منصوب بالفتحة وهو مضاف والأحد مضاف إليه وشبه الجملة وشبه الجملة من ظرف الزمان في محر رفع خبر المن للمبتدئ هسه لحدنا ان اكو شي ما واضح احنا شخذنا اخذنا كل انواع الخبر اتعلمنا ان الخبر يكون اسم مفرد وان يكون ماذا جملة اسمية ويكون جملة فعلية ومصدر مؤول هسه رح ناخذه وشبه الجملة واخذنا الامثلة هذا التقسيم بالامتحان الوزاري مهم جدا انت تقدر من خلال هذا التقسيم ش رح تسوي رح تحل الامتحان الشهري حتى توضح للمدرس والمصحة حتى همين يصير الواهز بالتصحيح يعرف ان العراق هو مبتدئ مرفوع وخيراته هو مبتدئ ثاني وصني تعرابات بها تفصيلاته هواية ماشي هسه احنا ش رح نسوي رح ناخذ المثال الاخير حول جملة ماذا المصدر المؤول المصدر المؤول اللي هو نفسي اللي احنا اخذناه بمن باعرابات انواع المبتدئ يعني ما باي فكرة اكمل كلام المصدر المؤول المثال العيب ان يصبر المرء على الخطأ صدق العيب ان واحد يصبر او يمشي على الخطأ دابل العيب مبتدئ مرفوع علامة رفعه ماذا الظم الظاهرة علي من على آخره ان يصبر ان متكوننا منين من ان زائد ماذا مضارع اذا هذا ان زائد مضارع مما تكونه شو سينطيني سينطيني مصدر هذا المصدر من هو ها مؤول زين تقدير الكلام العيب وصبروا المرء على الخطأ شو رح نجي نعرب رح نعرب الان بواحده ونعرب الفعل مضارع بواحده ونقدر الجملة وراء ما نقدر الجملة ننطي الخبر مال من هو مال مبتدئ ان مصدر يناصبه يصبر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا الفتح الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستطر تقديره هو والمصدر المؤول من ان والفعل المضارع في محل رفع ماذا خبر للمبتدئ ليش نجينا المصدر المؤول مهنانا عندي مبتدئ ولحدنا ما كنا نعدي خبر فسوينا له سوينا له من المصدر المؤول رهمنا له خبر المن لهذا المبتدئ ضروري أقول لهذا التفصيل ضروري جدا يعني لاحظ عزيزي المباوة على هذا المثال الذي يخبر نجاح الطالبي أن يدرس كل يوم نجاح مبتدئ المبتدئ ايش بيه مرفوع مرفوع بمن بالضم الظاهرة على آخره وهو مضاف وانك رب معرفة انطاني مضاف إليه يعني معرفة لضافة الطالب مضاف إليه اهنانا شنو عندي عندي مصدر مؤول عندي ان زائدا من مضارع هذا الان زائد مضارع ايش رح يمطيني مصدر هذا المصدر ها المؤول لونك وياي هذا مصدر المؤول رح نجي نعربه رح نعرب الان بوحده ورح نعرب من الفعل المضارع بوحده هو تقدير الكلام نجاح المرء دراسته نجاح الطالبي دراسته كل يوم المصدرية ناصبة يدرس فعل مضارع هذا الفعل المضارع منصوب بالفتح هذا الخبر وين والمصدر المؤول والمصدر المؤول من ان والفعل في محر رفع ماذا خبر للمبتدأ من نجاح تماما عزيزي هسه احنا لحد الان تسوينا تكمن المبتدأ والخبر تكمن اعرابات المبتدأ وكمن اعرابات الخبر ونوع المبتدأ ونوع الخبر طلاب العزة اشوفكم دائما في محاضراتي كان معكم انا الاستاذ علي جمعة مدرس مادة اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة